عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت في صوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء هذا هو الجزء الثامن من كتاب المفصل في تأريخ العربي قبل الإسلام موسوعة تأريخية يعرفها الأكاديميون للدكتور جواد علي هذه الطبعة هي الطبعة الثانية ألف وتسعمية وثلاثة وتسعين ميلادي تتبع جواد علي موضوع الأشهر الحرم في كل كتب التأريخ المتوفرة الفصل الثاني والثلاثون بعد المعاء الأشهر الحرم يبدأ من صفحة أربعمية واحد وسبعين وينتهي في صفحة أربعمية وسبعة وثمانين إنما أشير إلى هذا كي ألفت نظر الذين يريدون أن يتوسعوا في الموضوع ليس عندي من وقت كي أقرأ لكم من هذا الكتاب أو أن ألخص ما جاء فيه الكلام فيه طويل وعريض ومتشعب لكنني أعطيتكم الزبدة في القول في الحلقات المتقدمة وهذه الحلقة هذا هو الجزء الرابع أعطيتكم الزبدة بحيث أنكم لو رجعتم إلى هذه المصادر سوف لن تجدوا شيئا كثيرا لم أكن قد ذكرته لكم ولو بنحو مجمل إلا إذا كنتم تبحثون عن التفاصيل الصغيرة والجزئيات الدقيقة على أي حال جواد علي في الجزء الثامن من كتابه المفصل من صفحة 471 إلى صفحة 488 يتحدث عن تاريخ الأشهر الحرمي عند العرب في العصر الجاهلي ومن صفحة 488 إلى صفحة 508 وهو الفصل الثالث والثلاثون بعد المئة يتحدث عن النسي عنوان هذا الفصل النسي الفصل الثالث والثلاثون بعد المئة النسي يبدأ من صفحة 488 ينتهي في صفحة 508 حاول أن يجمع جواد علي كلما جاء مذكورا في كتب التأريخ عند العربي وحول العربي ما كتبه المستشرقون بخصوص هذه الموضوعات بخصوص موضوع الأشهر الحرم وموضوع النسي أتصور أنني وضحت لكم المطلب بشكل بين وموجز في الوقت نفسه أنا بحاجة كي أحدثكم عن بعض الوقائع الواضحة في تأريخها وجريانها لأن الذين يتحدثون في أيامنا هذه عن أن شهر رمضان يأتي في الخريف بعد انقضاء الصيف يدعون من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام في الصيف أساساً لماذا؟ لأن شهر رمضان يكون ثابتاً في موعده ما بين الشهر التاسع والعاشر وهناك من وضع موعداً آخر ولكن أكثر الذين يتحدثون الآن عن شهر رمضان الثابت بحسب المواءمة مع السنة الشمسية يقولون من أن هلاله يكون طالعاً ما بين أواخر الشهر التاسع وبدايات بدايات الشهر العاشر من شهور السنة الشمسية هناك حوادث واضحة لدينا أنا أحدثكم في ضوء الثقافة الشيعية في ضوء ثقافة العترة لا شأن لي بما يقوله الآخرون عنوان الحلقات هو هذا التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة فإذا ما وجدتم في كلامي ما يخالف الذي يقوله الآخرون لا شأن لي بالآخرين فأنا لست في مقام مناقشتهم أو محاججتهم أو الرد عليهم لجأن لي به إنما أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم أنتم الذين تريدون فقه العترة الطاهرة تريدون ثقافة العترة الطاهرة أضع الحقائق بين أيديكم من أصولها الأصيلة من منابعها الصافية فإذا ما تحدثت عن الذي يقوله الآخرون لأجل أن أجعل الصورة واضحة لديكم وإلا فإنني لا أريد أن أناقشه ولا أريد أن أرد عليهم لك شأن لي بهم هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار أيضا فيما نعتقد نحن نأخذ من العيون الصافية النقية مصادرنا قرآنهم المفسر بقواعد تفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هناك مجموعة من الحوادث إذا أردنا أن ننظر إليها أتحدث عن مجموعة من الحوادث أيام رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظرنا إليها ودققنا النظر فيها فإننا سنجد أن شهر رمضان أيام رسول الله كان في الصيف وكان النبي والمسلمون يصومون في الصيف فلنبدأ من حدث واضح لدينا الحدث الواضح لدينا واقعة بدر واقعة بدر نعرفها ويعرفها الآخرون من أنها حدثت في شهر رمضان وتحديدا في السابع عشر من شهر رمضان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان حدثت واقعة بدر نعود إلى القرآن ونذهب إلى سورة قريش وهي من السور القصار كما تعرفون سورة مكية من السور التي نزلت في العصر المكي بعد البسملة في الآية الأولى والثانية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء الشتاء والصيف الحديث عن رحلتين لقريش وهما رحلتان تجاريتان رحلة صيفية صيفية ورحلة شتائية رحلتهم الصيفية إلى الشام ورحلتهم الشتائية إلى اليمن متى متى تبدأ رحلتهم إلى الشام تبدأ عند نهايات الربيع وبدايات الصيف يتوجهون إلى الشام لسببين السبب الأول فإن الصيف في الشام بالنسبة لهم يكون جوا جميلا لأن الشتاء في الشام يكون باردا وبلاد الشام من البلاد التي تنزل فيها الثلوج في فصل الشتاء وإلى يومنا هذا ففصل الصيف بالنسبة لأهل الحجاز يكون جميلا في بلاد الشام هذا الأمر الأول الأمر الثاني البضائع التي يحتاجونها من بلاد الشام تكون متوفرة في الصيف في الصيف فهناك الكثير من البضائع التي تتوفر في الشام وفي أسواقها تكون مبذولة في فصل الصيف فيه فيذهب الحجازيون القريشيون إلى الشام لمواءمة الصيف الشامي لهم من جهة ولأن البضائع التي يحتاجونها تكون متوفرة وموجودة في أسواق الشام في فصل الصيف بينما في الشتاء يذهبون إلى اليمن يذهبون إلى اليمن لأن الشتاء في اليمن ليس باردا الأجواء معتدلة أو أنها قريبة من الاعتدال في اليمن على طول السنة لماذا كان العرب يصفون اليمن باليمن السعيد لماذا لأن الجو في اليمن على طول أيام السنة معتدل أو يكون قريبا من الاعتدال فيذهب الحجازيون إلى اليمن في الشتاء لأن اليمن في الشتاء ليس باردا ليس هناك من برودة قاسية وشديدة في اليمن كما هو الحال في الشام إضافة إلى ذلك فإن أسواق اليمن في الشتاء تتجمع فيها البضائع التي يحتاجها الحجازيون بضائع الشام تختلف عن بضائع اليمن بضائع اليمن هي نتاج يمني ونتاج أفريقي يجلب إلى اليمن من الحبشة وغيرها من بلاد أفريقيا وكذلك البضائع الهندية بضائع الحبشة وبضائع الهند تأتي عبر البحار هذه البضائع تأتي عبر البحار حيث تتحرك السفن في وقت الصيف وبدايات الخريف لأن السفن في ذلك الوقت لا تستطيع أن تتحرك في أي وقت من أوقات السنة كانت السفن هزيلة ضعيفة ليست متينة كالسفن في زماننا تستطيع أن تتحرك في البحار والمحيطات على طول أيام السنة السفن التي كانت تحمل البضائع تحتاج زمانا يكون البحر هادئا حكاية فيها تفصيل فتتجمع البضائع في اليمن في فصل الشتاء فيذهب القريشيون في أواخر الخريف وبدايات الشتاء إلى اليمن فهناك فهناك رحلة صيفية حيث تتجمع البضائع الشامية والرومية والعراقية الفارسية من إلافهم وهو استئناسهم وألفتهم وعادتهم التي اعتادوا عليها ولا يستطيعون تركها فهم يسافرون في الصيف إلى الشام وقد ألفوا ذلك واستأنسوا به ويسافرون في الشتاء إلى اليمن وقد ألفوا ذلك واستأنسوا به أتحدث عن التجار وأصحاب الأموال وحتى عن المستهلكين من أهل مكة ومن سائر القبائل الأخرى فحينما تعود القافلة من الشام مثلا وتفتح الأسواق في مكة تأتي القبائل الأخرى كي تتسوق من هذه الأسواق كي تتبضع هنا جار ومجرور لإلاف قريش الجار والمجرور حدثتكم في الحلقة الماضية إنما النسيء زيادة في الكفر حينما كنت أناقش قراءة الدكتور السوري وسام الدين إسحاق من أنه يقرأ الآية هكذا إنما النسيء زيادة ويتوقف ويبدأ في الكفر فقلت من أن الجار والمجرور لا بد له من جهة يتعلق بها لأن الجار والمجرور يشكل معنى حرفيا والمعنى الحرفي هو معنى النسبي المعنى النسبي يحتاج إلى طرفين الطرف الأول هو المجرور الطرف الثاني العامل الذي يتعلق به هناك من جعل سورة الفيل وسورة قريش متصلتين مع بعضهما في السياق التعبيري فقالوا من أن الجار والمجرور يرتبط بآخر آية من سورة الفيل فجعلهم كعصف مأكول فقالوا من أن الجار والمجرور يرتبط بمعمول في هذه الآية وهو كلام غريب واضح هناك عامل مقدر نحتاج إلى تقديره التقدير هكذا يقول أنظر لإيلاف قريش تدبر فكر مثل ما كان يقول إمامنا الصادق للمفضل بن عمر وهو يملي عليه كتاب التوحيد فكر أنظر أنظر يا أيها الإنسان لإلاف قريش هذا الحال والشأن الذي كانوا عليه بعد الإسلام وبعد فتح مكة انتهت الرحلة لماذا لأن الناس هي التي أخذت تجلب بضائعها إلى مكة المسلمون من كل البلدان أخذوا يجلبون بضائعهم إلى مكة فلم يحتج القريشيون للخروج إلى التجارة كما كانوا في العصر الجاهلي يخرجون ولكن بشكل محدود لا كما كانوا يفعلون في العصر الجاهلي السورة تذكرهم بحالهم في العصر الجاهلي وكيف أنهم كانوا يعانون وعثاء السفر في رحلة الصيف وفي رحلة الشتاء أما الآن وبعد فتح مكة وبعد أن انتشر الإسلام فإن المسلمين هم الذين يجلبون البضائع إلى مكة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهم قد استقروا الذي أطعمهم من جوع الحديث عن الجوع هنا الحديث عن الاقتصاد وآمنهم من خوف إنه الخوف من مخاطر السفر أنا لا أريد أن أتشعب في بيان مضامين هذه السورة موطن الشاهد هنا هناك رحلتان لقريش رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف الرحلة الشتائية قطعا إلى اليمن والرحلة الصيفية قطعا إلى الشام أبو سفيان حينما عاد بالقافلة عاد بها من أي جهة عاد بها من جهة الشام إذن هو قد سافر إلى الشام في نهايات الربيع وبدايات الصيف في أواخر الصيف يعودون في أواخر الصيف فهم يحتاجون من مكة إلى الشام يحتاجون إلى شهر على سبيل المثال إذا تحركوا في أواخر الشهر الشهر الخامس وبدايات حزيران يصلون إلى الشام في بدايات الشهر السابع يقضون شهرا هناك للتسوق والتبضع وبيع ما عندهم من البضائع أيضا وبعد ذلك يتحركون في أواخر الشهر السابع باتجاه بلادهم باتجاه مكة فيصلون إلى مكة في أواخر الشهر الثامن بدر وقعت في شهر رمضان هذا يعني أن شهر رمضان إما أن قسما منه قد وقع في الشهر الثامن وقسما وقع في الشهر التاسع أو أنه قد وقع في الشهر الثامن لماذا؟ لأن الواقعة حدثت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان وليس هناك من إشارات تشير إلى اعتدال الجو الإشارات الموجودة عندنا تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة قد تقولون كيف ذلك؟ سنذهب إلى سورة الأنفال فسورة الأنفال هي سورة واقعة بدر معروف عندنا في رواياتنا وحتى في روايات المخالفة في كتب تأريخهم في كتب سيرهم في كتب أحاديثهم أن المسلمين خرجوا من المدينة لأجل أن يعترضوا الطريقة على قافلة أبي سفيان وإذ يعدكم الله إنني أقرأ من الآية السابعة بعد البسملة من سورة الأنفال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما أن تسيطروا على القافلة وإما أن تصطدموا بحرب مع قريش الطائفة الأولى القافلة القافلة التجارية تسيطروا التي هي برئاسة أبي سفيان وجاءت من الشام إنها رحلة الصيف الطائفة الثانية جيش قريش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعني إما أن تستولوا على القافلة أو أن تنتصروا على قريش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنتم يا معاشر المسلمين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنتم تريدون أن تسيطروا على القافلة وتعودوا ببضاعها إلى المدينة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لكن الله يريد أن تقع الواقع نذهب إلى الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها معروف عندنا وحتى عند السنة من أن المسلمين ما كانوا يملكون سلاحا وما كانوا يملكون خيولا وما كانوا يملكون نياقا عدد الجمال التي خرجوا عليها وهي نواضح من أردأ أنواع الجمال الإبل النواضح هي الإبل التي كان يربطها أهل المدينة إلى نواعير السقي في بساتين النخيل هي أردأ أنواع الإبل فما كانوا يملكون إبلا عدد الإبل كما تحدثنا كتب الأخبار عدد الإبل كان لا يحتجاوز السبعين سبعون بعير وكانوا يترادفون عليه النبي وأمير المؤمنين ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على بعير واحد النبي والأمير ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على بعير واحد فما كانوا يملكون جمالاً ونياخاً بعدد كاف وما كانوا يملكون من الخيول إلا فرسين فرس عند الزبير بن العوام وفرس عند المقداد بن الأسود هذا هو المعروف في كتب التاريخ والحديث والسيار وما كانوا يملكون من السيوف إلا ثمانية وفي أكثر الأخبار عدداً فإن عدد سيوفهم إثنى عشر سيفاً لكن أكثر الأخبار تقول من أن عدد السيوف عندهم كان ثمانية قد خرجوا يحملون العصي ويحملون جريد الناخل وخرجوا حفات لا عندهم دروع ولا عندهم من شيء يتقون به من الدرقة مثلاً أو البيضة التي توضع على الرأس المراد من البيضة الخوذة أو الدرقة التي يتقي بها المقاتل السيوف ما كانوا يملكون رماحاً هذا الذي تشاهدونه في الأفلام السينمائية كفيلم الرسالة مثلاً هناك أقواص وسهام ورماح وخيول هذا لا وجود له في الحقيقة كانوا عفات ما كانوا يملكون ثياباً كانوا يشدون المآزر على أبدانهم فقط يتزرون بالمآزر ويحملون جريد النخل ولا عندهم خيول ولا عندهم نياق ولا عندهم سيوف ولذا فإن الله أرسل إليهم الملائكة الذين قاتلوا في بدر علي والملائكة بينما قريش جاءت بكل قوتها جاءت بكل إمكاناتها من هنا كانت واقعة بدر كانت واقعة إعجازية ظهرت فيها الكثير من العلائم الإعجازية إذ تستغيثون ربكم في التاسعة بعد البسملة من الأنفال إذ تستغيثون ربكم لماذا؟ لأنهم ما كانوا يملكون سلحا خرجوا بجريد النخل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وكان المسلمون ينظرون إلى الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله لأن المسلمين لما رأوا قوة قريش أصابهم اليأس من النصر بماذا يقاتلون وهم حفات لا يملكون إلا جريد النخل وهؤلاء جاءوا بعدد يشكل أكثر من ثلاثة أضعافهم بكامل قوتهم وبأقوى أسلحتهم وهؤلاء في الجهة الثانية لا يملكون شيئا أتحدث عن المسلمين لكن الله يبين هذه القاعدة ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم كي يكون المسلمون في حالة نفسية مناسبة للقتال فما الذي جرى الله أنزل عليهم النعاس وناموا هذا النعاس الذي نزل عليهم لم يكن نعاسا عاديا كان معجزة ولذا الآيات هنا تذكر لنا المعجزات التي حدثت في بدر الأولى الأولى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الثانية إذ يغشيكم النعاس أمنة منه لأجل أن تطمئنوا لأن الرعب قد ثار في نفوسهم أمنة منه كي تشعروا بالأمن والأمان لأنهم لو بقوا مستيقظين يقارنون بين حالهم وحال قريش سيقتلهم الرعب والخوف مما يشاهدون فنزل عليهم النوم مثل ما نزل النوم على أصحاب الكهف ولكن هناك استمر لمدة طويلة وهنا استمر لمدة محدودة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فهذا نعاس ما هو باختيارهم ولما ناموا ولما ناموا طرأ عليهم طارع في نومهم الروايات تخبرنا والقرآن يشير إلى هذا ما هو هذا الطارع الذي طرأ عليهم الشيطان نفذ إليهم وهم في نومهم فأجنب أجنبه جميعا لأن الشيطان أراد أن يعكر مزاجهم فهذا النائم إذا ما أجنب في نومه واستيقظ وهو يعاني من نجاسة حدثية وخبثية وهو في ذلك الحال في حال ضعف ومواجهة لعدو قوي الشيطان اخترقهم هنا ولكن المعجزة الثالثة جاءت إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء هذه معجزة لا كما يريد أن يستدل بها النسيئيون الآن ويقولون من أن المطر نزل في واقعة بادر فهذا يعني أن الواقعة لم تكن في الصيف وإنما في بدايات الخريف حيث ينزل المطر في الخريف ما بين التاسع والعاشر هكذا يقولون هذا المطر لم يكن مطرا في موعده وإنما هو معجزة في سلسلة معاجز ما وقع في بدر الآيات هكذا تقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء لماذا ليطهركم به كان كثيرا إلى الحد الذي غسلهم من النجاسة الخبثية والحدثية ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان رجز الشيطان هنا إشارة إلى الجنابة التي طرأت عليهم في نومهم هذه التفاصيل نحن نأخذها من الأحاديث التفسيرية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا الماء كان للتطهير وللتبريد فهم كانوا في الصيف الحار ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم هذه الحالة النفسية التي كانت بعد النوم وبعد أن اغتسلوا غسل جنابة وما هو بغسل عادي إنه بمعجزة ملائكية بأمر من الله وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الأحاديث تخبرنا من أن المطر هذا الذي نزل بنحو وافر طهرهم من النجاسة الحدثية والخبثية وكان باعثا لارتياحهم واطمئنانهم لكن شيئا حدث على الأرض أيضا المكان الذي كان قد وقف فيه المسلمون مرتفعا والمكان الذي عسكرت فيه قريش كان منخفضا فكان الماء يمر على مكان المسلمين ويجري باتجاه مكان قريش فالرمان تجمدت لا تتطاير بسبب رطوبة الماء الذي مر عليها وتجمع الماء في مكان قريش مما سبب لهم الزلق فصار مكانهم ليس مناسبا للقتال بينما مكان المسلمين تماسك فيه الرمل الروايات هكذا حدثتنا القرآن يشير إلى ذلك وليربط على قلوبكم من الجهة النفسية ويثبت به الأقدام هذا على أرض الواقع بشكل حسي وتستمر الآيات أنا لا أريد أن أحدثكم عن واقعة بدر لكنني أريد أن أحدثكم عن المطر هنا هذا المطر مطر إعجازي لا كما يقول هؤلاء النسيئيون من أنه مطر الخريف هذا ما هو بمطر الخريف تدبروا في الآيات وعودوا إلى الأحاديث التفسيرية نحن هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نتمسك بالقرآن وأن نفسره بتفسيرهم وبالمناسبة هذه المضامين موجودة أيضا في كتب المخالفين سياق الآيات واضح من أنه بصدد ذكر معجزات ذكر ألطاف إلهية لم تأتي بحسب الأسباب الطبيعية أني ممدكم بألف من الملائكة مرد فيه هذا ما هو بأمر يجري بحسب الأسباب الطبيعية وثنى عليه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فليس من المنطقي أن يناموا بأجمعهم ليس من المنطقي هذا أن يناموا بأجمعهم وهم في مواجهة عدوهم حتى في تسلط الشيطان عليهم هو أمر في ظاهره سيء لكن عملية الجنابة في مثل هذه الحالة تكون بمثابة صدمة كهربائية محدودة كي تغير في معطيات الجهاز العصبي عند الإنسان بمثابة صدمة كهربائية ولما جاء المطر الإعجازي بنحو غسلهم خبثيا وحدثيا وأدى ذلك أيضا بإعجاز إلهي أن تكون قلوبهم واثقة من الناصر وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ما جرى على الأرض حينما صار الرمل تحت أقدامهم متماسكا بينما صار الرمل لزجا وصارت الأرض زلقا في الجهة الثانية وكان النصر بيد علي وعلى يد علي صلوات الله وسلامه عليه فهذه الصورة تحدث هنا عن أن واقعة بادر لم تكن إلا في الصيف مثلما هو معروف في أحاديثنا والسياق التاريخي لحركة القافلة التجارية القريشية من الشام إلى مكة إذا أردنا أن نتصورها بنحو تأريخي وواقعي ومنطقي مثل ما شرحته لكم نحن لا نعرف متى تحركوا ومتى قدموا لكن القرائن التأريخية وما حدثنا التأريخ عن واقع تلك الأيام هو الذي صورته لكم جمعا مع التفاصيل التي جاءت في سورة قريش وجاءت هنا في سورة الأنفال مع كل المعطيات فإن القافلة خرجت من مكة إلى الشام في أواخر الخامس وبدايات السادس ورجعت في الشهر الثامن ربما في أوائله ربما في أواصطه الاحتمال الكبير أن شهر رمضان بحسب القرائن كان في الشهر الثامن وحتى إذا أردنا أن نترك هذا الاحتمال ونقول من أن شهر رمضان في تلك السنة كان في الشهر التاسع فإنه في السنة التي بعدها سيزحف إلى الشهر الثامن قد يقول قائل يمكن أن يزحف إلى الشهر العاشر هذا ممكن لأن الأشهر القمرية تارة تتحرك باتجاه آخر السنة وتارة تتحرك باتجاه أول السنة فشهر رمضان تارة يتحرك باتجاه الخريف والشتاء سينتقل من التاسع إلى العاشر وهكذا وتارة ينتقل من التاسع إلى الثامن باتجاه أول السنة وإلى السابع وهكذا ما هو دليلنا على أن شهر رمضان إن كان في الثامن أو كان في التاسع في السنة الثانية من الهجرة لأن واقعة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة ما هو دليلنا على أن شهر رمضان كان يتحرك باتجاه أول السنة فهو في آخر الصيف ويتحرك باتجاه الصيف باتجاه أول السنة دليلنا ما جاء في سورة التوبة بخصوص واقعة تبوك واقعة تبوك معروفة عند الشيعة والسنة وقعت في السنة التاسعة فماذا نقرأ في الآية الحادية والثمانين من سورة التوبة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذه الآيات هذه الآيات في سياق الآيات التي تتحدث عن واقعة تبوك وهذه الآيات في واقعة تبوك في كتبنا في كتب الشيعة وفي كتب السنة أيضا هذا أمر معروف هذه الآيات بخصوص واقعة تبوك أقرأ الآية الحادية والثمانين من سورة التوبة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر فواقعة تبوك وقعت في الصيف وهي في السنة التاسعة من الهجرة وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون هذه التعابير تشير إلى أن الجو كان شديد الحرارة حينما خرج النبي مع المسلمين إلى تبوك خرجوا من المدينة في رواياتنا واقعة تبوك حدثت في شهر رمضان في روايات المخالفين واقعة تبوك حدثت في شهر رجب بحسب رواياتنا الأمر واضح فإن شهر رمضان في الصيف وقالوا لا تنفروا في الحر وبحسب روايات المخالفين فإن تبوك وقعت في رجب وشهر رجب قريب من شهر رمضان لكنني أريد أن أشير إلى معلومة ثالثة ومعلومة رابعة ومعلومة خامسة واقعة الخندق متى وقعت بحسب رواياتنا فإن المسلمين بدأوا بحفر الخندق متى في أوائل شهر رمضان في السنة الخامسة في أوائل شهر رمضان في السنة الخامسة وكان الجو حارا قد تجدون في كتب التاريخ حديثا عن برودة الجو سأبين لكم سأبين لكم هذا الحديث صحيح هناك جو بارد لكن القضية قضية إعجازية القرآن تحدث عنها أيضا المسلمون بدأوا يحفرون الخندق في بدايات شهر رمضان في السنة الخامسة للهجرة واقعة بدر متى حدثت؟ حدثت في السنة الثانية للهجرة فإذا كانت واقعة الخندق حدثت في شهر رمضان هذا يعني أن شهر رمضان يتحرك باتجاه الصيف من آخر الصيف إلى بداياته باتجاه أول السنة لأن الأشهر القمرية تارة تتحرك باتجاه آخر السنة الشمسية وتارة تتحرك باتجاه أول السنة الشمسية ما هي تدور دورا وهذا أمر واضح لديكم الدليل على أن شهر رمضان الذي وقعت فيه واقعة بدر يتحرك باتجاه أول السنة الشمسية أن واقعة الخندق بدأت في شهر رمضان في السنة الخامسة للهجرة فلو كان شهر رمضان الذي وقعت فيه بدر إن كان في آخر الثامن مثل ما أزعم أنا بحسب القرائن أو كان في التأسع أو بين التأسع والعاشر مثل ما يقول النسيئيون فلابد أن يزحف باتجاه باتجاه الشتاء فستكون الخندق في السنة الخامسة في الشتاء وليس في الصيف لكن حفر الخندق كان في شهر رمضان قريش حاصرت المدينة لمدة زمانية ربما تصل إلى أربعين يوما أو دون ذلك المعركة انتهت في شهر شوال أمير المؤمنين قتل ابن ود في شهر شوال وكانت المعجزة التي جعلت قريشا تعود فارة إلى مكة وكذلك القبائل التي كانت معها فروا من ساحة المعركة لماذا القرآن هو الذي يقول في سورة الأحزاب في الآية التاسعة بعد البسملة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ هَأُولَئِهُمْ جَيْشُ الْأَحْزَابِ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا إنها الريح الباردة في ذلك الصيف فصار الجو باردا في المدينة وما حولها فما نقل في كتب التأريخ من بعض الوقائع التي تتحدث عن برودة الجو هو صحيح لكن هذا لا يعني أن الواقعة حدثت في الشتاء الواقعة حدثت في الصيف هذه الريح الباردة هي التي ما استطاع الأحزاب أن يواجهوها قلعت خيامهم حتى ما كانوا يستطيعون أن يحافظوا على ثيابهم بنحو طبيعي على أبدانهم كفأت قدورهم أطفأت نارهم كانوا يسجرون النار كي يتدفأوا بسبب شدة البرد لكن الريحة تطفئ النار وتقلع الخيام وكان البرد قد شتتهم تشتيتا فلم يستقروا بعد مجيء الريح هذه إلا قليلا من الوقت استطاعوا فيه أن ينقذوا أنفسهم وأن ينقذوا معهم بعض حوائجهم وأغراضهم ففروا من ساحة المعركة والقرآن هنا يعد هذه معجزة فلم يكن الجو باردا وشتائيا كان الجو حارا وصيفيا وإلا لو كان الجو باردا وآذاهم البارد لما كان هذا معجزة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا فأرسلنا عليهم ريحا إنها الريح الباردة وجنودا لم تروها إنهم الملائكة الملائكة نزلوا أيضا هنا في الواقعة والروايات تحدثت عن ذلك من هنا نحن لا نستطيع أن نفهم القرآن من دون أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى أن أبا سفيان هكذا كان يقول إذا كانت السماء تقاتل مع محمد فكيف نقاتله وفر أبو سفيان وفر الذين معه فكيف نقاتله إذا كانت السماء يتحدث عن هذه الريح العاصفة الباردة في ذلك الصيف الحار وإلا لو كان الجو شتائيا لما كان يقول هذا الكلام إذا كانت السماء تقاتل مع محمد فماذا نصنع لمحمد وكيف نقاتله ففروا وهربوا من ساحة المعركة والآية هنا تتحدث عن هذا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا لأن المسلمين وقعوا في حالة مأساوية الصحابة قتلهم الجبن والخوف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة الأحزاب واقعة أخرى فتح مكة فتح مكة حدث في العشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة للهجرة إذن شهر رمضان يتحرك باتجاه الصيف حتى إن لم يكن في واقعة بدر في الشهر الثامن وكان في الشهر التاسع كما يقول النسيئيون الآن فإذا كانت واقعة الخندق في السنة الخامسة للهجرة وقعت في شهر رمضان وفتح مكة أيضا في السنة الثامنة للهجرة وقع في شهر رمضان في العشرين من شهر رمضان وجاءت تبوك في السنة التاسعة وقد وقعت في الحر الشديد بحسب رواياتنا في شهر رمضان بحسب رواياتهم في شهر رجب وما شهر رجب ببعيد عن شهر رمضان فهذا يعني إذا وقعت تبوك في الحر الشديد فإما وقعت في بدايات الشهر السابع أو في أواخر الشهر السادس فهذا يعني أن شهر رمضان قد تحرك باتجاه الشهر الخامس وهذا هو الذي أتحدث عن من أن شهر رمضان في زمان رسول الله كان النبي والمسلمون يصومونه في الصيف في كل السنوات التي عاشها رسول الله في المدينة لا كما يقول النسيئيون من أن رسول الله ما صام شهر رمضان في فصل الصيف أكثر من ذلك بيعة الغدير متى حدثت بيعة الغدير حدثت في السنة العاشرة في شهر ذي الحجة وكان اليوم شديد الحرار هذا أمر مفروغ من بالنسبة إلينا من أن واقعة غدير خوم وقعت في يوم حار جدا أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وطبعة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان أأخذ هذه اللقطة صفحة سبعمية وستة وستين في سياق أحاديثي ورواياتي بيعة الغدير وهذا الأمر موجود في كتبنا وفي كتبهم فهبط جبرئيل فقال أقرأ في كتبهم في كتب المخالفين فهبط جبرئيل فقال أقرأ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وقد بلغنا غديرهم في وقت لو طرح اللحم فيه على الأرض لن شوى وقد بلغنا وقد بلغنا غديرهم في وقت لو طرح اللحم فيه على الأرض لن شوى السيد جعفر مرتضى العاملي في الجزء الحادي والثلاثين من كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم طبعة المركز الإسلامي للدراسات في الصفحة السبعين بعد المائتين ينقل عن مستدرك الحاكم إنه الحاكم النيشابوري وعن المعجم الكبير للطباراني هذه كتب سنية معروفة وعن العديد من المصادر عن زيد بن أرقم وهو يتحدث عن يوم الغدير يقول ما أتى علينا يوم كان أشد حرا منه هذا من هذا من مستدرك الحاكم والمعجم الكبير للطباراني زيد بن أرقم يتحدث عن غدير خم وعن البيعة هناك ما أتى علينا يوم كان أشد حرا منه وقرأت عليكم من إقبال الأعمال من أن اللحم لو وضع على الأرض لن شوه أنا لست بصدد الاستقصاء إنما هي أمثلة ونماذج فيوم الغدير في السنة العاشرة كان حارا هذا يعني أن الأشهر من بعد شهر رمضان تتحرك باتجاه الصيف بالضبط مثلما شرحت لكم واقعة بدر في شهر رمضان فإن شهر رمضان الذي حدثت فيه الواقعة حتى لو لم يكن في الصيف وكان في الشهر التهسع أو ما بين التهسع والعاشر كما يقول النسيئيون فإنه في السنوات التالية كان في الصيف تحرك باتجاه الصيف بدليل أن واقعة الخندق حدثت في شهر رمضان في السنة الخامسة وكان الجو حارا وفتح مكة في السنة الثامنة وفتح مكة كان في شهر رمضان وجاءت تبوك في السنة التاسعة إن كانت في شهر رمضان أو كانت في شهر رجب فهي تؤيد الذي أقوله من أن شهر رمضان يتحرك باتجاه الصيف فهذا يعني أن النبي في السنة الثالثة صام شهر رمضان في الصيف وفي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حيث وقع فتح مكة فعلى قول المخالفين من أن تبوك وقعت في رجب فهذا يعني أن شهر رمضان قد زحف خارج الصيف بالنتيجة فإن النبي والمسلمين صاموا عدة سنوات شهر رمضان في الصيف فكيف يقولون من أن شهر رمضان لا يأتي في الصيف نذهب إلى فاصل